تزامنا مع عمليات تحرير الأنبار وتفاديا للأزمة التي ترافقها بسبب نزوح العوائل باشرت وزارة الهجرة والمهجرين وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بإنشاء ثلاث مخيمات للنازحين بواقع 1500 خيمة في ناحية عامرية الفلوجة وصدر اليوسفية وتجهيزها بمختلف المستلزمات الضرورية لدينا خطة استراتيجية لدينا خطة تكتيكية نتعامل مع الأحداث الطارية الآن لدينا خطة ما يتعلق مسألة النزوح الطاري لمحافظة الأنبار نتيجة العملات العسكري المتواصلة نحن في بأننا نستوي بعدها كبيرة في بأننا الآن في عامرية الفلوجة أكثر من موقع تم تهيته في حالة نزوح عوائل مستقبلا في عامرية الفلوجة الحقيقة في المناطق القريبة المناطق الساقنة وبتالي فنحن نعتقد أنه التحذير المسبق بالتأكيد طبعا سوف يخفف كثيرا من معاناة هذه العراءة وبعد توجه مئات العوائل النازحة من الأنبار في الفترة الماضية إلى المناطق العشائرية الواقعة في اليوسفية التي تحملت إنشاء مخيمات لهم والسعي لتقديم معونات ومساعدات فقد طالبت تلك العشائر الجهات المسؤولة بإعانة النازحين وتذليل معوقاتهم وين النازحين وضيفناهم واللي اعتبرنا محطة استراحة وبعدين غادر للمكان اللي يريده هل سفاتحت سيد ووكيل سيد وزير هجو المهجرين بالنسبة للعوالي النازحة ضمن الهياكل أنا عندي بالمخيم حوالي ثلاثمائة وثمانين خيمة بس أنا عندي ثمانمائة وخمسين عائلة مهجرة تسكن الهياكل والمدارس والبيوت المتداخلة كذلك ما يعانوني إلى شغلات وأوعز معالي الدكتور صارح المطلق ومعالي وزير الهجر والمهجرين أنه دولين يشملون بالمساعدات الإنسانية والله معانا فرقت ديرت وعشرت وطلعت وتهجر واطفال وعوائل بالشمس طائرين ونلقف فيهم من ناهم من ناهم نجيبهم من الشط ونجيبهم وهذا الوعد والله النوم ما مات تهيانا من ورد الاطفال لا تغرق وأولا يريدون اطفال تيد صرفوا تيد ملبسوا تيد ما أكلوا تيد كل شيء فيما أكد وزير الهجرة والمهجرين أثناء تفقده للمخيمات الجديدة بأنها حلول مؤقتة لحين عودة الأهالي لمساكنهم معلنا عن خطة مستقبلية لإنشاء دور واطية الكلفة حال استمرار نزوحهم وبقائهم لفترات طويلة في تلك المخيمات أكيد المخيمات حلول وقتية يعني كلنا نعرف هذا الحلول الجذرية هو بطريقتين تحرير المناطق المحتلة الآن وعودة العوائل النازحة ولكن إذا بقت العوائل لفترة طويلة بالتأكيد سياستنا هو دور واطئة الكلفة ولكن هذا في الخطوة الثانية أو التخطيط الثاني لأن لا نشجع إسكان المستمر للعوائل من مخيم النازحين في منطقة زوبع غربي الأنبار عمر العبيدي الحرة